جهاز كونتور نيكست ون لقياس نسبة السكر بشكل ذكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف وهذا جهاز فحص ومراقبة قليكوز الدم من شركة كونتور الجهاز يأتي بشاشة LCD واسمه نيكست ون الشاشة حقته جداً بسيطة ومن خلالها ستعرض خصائص الجهاز بشكل مبسط وتقدر من خلالها أيضاً تعرف نتيجة فحص الدم وتعرف نتيجة الفحص إذا كانت ضمن النطاق الطبيعي عن طريق إظهار علامة الصح بجانب النتيجة ومن خلالها تقدر تعرف نتيجة الفحص السابق وتعرف التوقيت وبعض المعلومات الأخرى صيام ما صيام وشيء زي كده ونأتي لها إن شاء الله خلال الفيديو الجهاز يأتي بتقنية Smart Lite والتي تقدم مجموعة تنبيهات ضوئية تمكنك من معرفة حالة السكر في الدم أثناء الفحص وبشكل سريع على سبيل المثال إضاءة الخضرة تدل أن السكر حق الدم طبيعي وإضاءة البرتقالية مستوى السكر مرتفع ولضاءة الحمراء تدل أن مستوى السكر في الدم منخفض أيضا الجهاز يقدم مجموعة أنماط تساعد في الحصول على نتائج دقيقة في الفحص الدم مثل نمط الصيام ونمط ما بعد الأكل وقبل الأكل شعر التفاح الذي لا أكوله أو لا أكوله أيضا في خاصية الفرصة الثانية Second Chance والتي تمكنك من إعادة قراءة نسبة السكر بالدم لو الدم في المرة الأولى لم يكن كافي وباستخدام نفس الشريط القياس فلا ستضيع على نفسك شريط جديد لإعادة فحص القياس الجهاز أيضا يدعم البلوتوث الذي من خلاله يرتبط بجوالك ويرتبط بالتطبيق الذكي الذي سيقدم لك مجموعة خصائص ستسهل عليك إدارة فحوصات الدم على سبيل المثال تستطيع تعرف نتائج فحص الدم اليومية والنتائج السابقة وتستطيع تفعل خيارة Smart Testing والذي ينشئ مجموعة تنبيهات لفحص السكر بحسب حالتك بشكل يومي وتستطيع تحول النتائج للفحوصات لملف PDF وتستطيع تضيف رقم تواصل لشخص معين بحيث التطبيق يصل له تنبيهات لكي يساعدك في حالة ارتفاع سكر الدم أو انخفاضها سمح الله وتستطيع أيضا تضيف صورة لكي تعرف ما الذي تأكله عندما تطلع معك هذا التحليل فتستطيع صورة التطبيق متوفر على أجهزة الأندرويد وأجهزة الآي او اس وأيضا الشركة ستضع وعد كثيرة على هذا التطبيق على أساس أن يطوروه ودائما مع التحديثات تأتيك خصائص جديدة فننتظر ونشوف بنهاية الفيديو وكل فيديو لقيت أنه سعر الجهاز منطقي جدا استثمارك في الشرايط للأسف سيكون هذا هو الشيء المرتفع فتقريبا ١٢٠ ريال لكل ٥٠ شريط هذا تأتي في العلبة ولكن الخاصية الخاصية الموجودة في الجهاز وذكرتها في الفيديو ستساعدك أنه لا تخسر شرايط الشيء الثاني الذي أعجبني هو التطبيق فبالفعل ذكي ورائق جدا في التعامل وكما نوضح أن الجهاز حجمه صغير والشنطة اللي جاء معه حتى توقع أنه كانت تصير أصغر بعد إذا أنت ودك ونتكلم على آخر شيء من ناحية أشياء تمنية تكون أفضل هي أن التطبيق لو دعم أكثر من شخص فما يصير الجهاز خاص لشخص واحد ولكن يصير للأسرة كامل نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته